السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات زبيضة اليوم ان شاء الله سنحضر معكم جبن منزلي طريقة التحضير سهلة وسريعة كذلك يجيء رائع جدا بالاضافة لانه صحي لان الاشياء اللي نحضرها في المنزل تبقى احسن بكثير من الجاهزة اذا سنبدأ على بركة الله نمرو نتعرف على طريقة التحضير اذا هنا انا عندي اربع لترات من الحليب فانتم لكم الاختيار في الكمية فيستحسن يكون حليب المزارع يعني الحليب ديال العبار فالجبن يعني كيبغي يكون الحليب كامل التسم مشي الحليب الخالي من التسم ثم غدي نحتاجو الخل الابيض كل اطر من الحليب كنضيفه ليه ملعقة كبيرة من الخل اذا هنا انا صفيت الحليب فضروري من الحليب ديال العبار ضروري نصفيوه قبل فانا صفيتو وضعتو دابا على النار نار متوسطة كنخليوه حتى كيغلي يعني قبل مايفيد دابا منلي غلى الحليب كيف ما كتلاحظو معايا هوا غلى صفيتو دابا غنضيف الخل كل اطر من الحليب كنضيفو ليه ملعقة كبيرة من الخل صفيتو دابا كنضيفو النار وغادي نبدو كنلاحظو تشكل الجبن فهنا غادي تشكل لنا الجبن وغادي بقى داك المصل ديالو او الماء ديالو بوحدو كيف ما كتلاحظو معايا فبسرعة كيتشكل الجبن وطريقة تحضير ديالو سهلة وسريعة ما كتاخدش وقت طويل لكن كتبقى يعني الاشياء اللي كنحضروها دائما في المنزل كتبقى احسن يعني كنعرفو اشنو كناكلو هنا انا وجدت هاد الكسكاز هذا خاص غير توقو بديالو تكون صغيرة هو فاش غدا نصفي هات الجبن ممكن تستعملو من ديال نظيف وكنوضعو هاد الجبن كيتسقطر مزيان من الماء ديالو صافيك نخليه واحد عشر دقايق تقريبا باش ينزل منو هاد الماء ديالو كيف ما كتلاحظو معايا وكنووجدو فاش غادي نوضعو الجبن ديالنا انا غاستعمل هاد الشبكة هادي لازم يكونو غير توقوب ديال الحاجة اللي غاستعملو فيها الجبن تكون صغيرة صافي وكنوضعو الجبن ديالنا هكدا ممكن تضيفو قليل من الملح اللي كيبغي شوية ديال ملوحة فاضيفو شوية ديال ملحة فانا ما غداش نضيف كنبغي هاكا كيف ما شفتو معايا الطريقة سهلة جدا فهنا يا تقريبا 24 ساعة كيكون الجبن جاهز هنا انا غطيت الجبن كيف ما شفتو معايا بهاد البلاستيكا هادي ثم قنوضعو علي شي حاجة تقيلة باش كي قبط راسو مزيان وكنخليوه يعني واحد احسن ليلة كاملة ندخلوه للتلاجة وهذا هو الشكل النهائي ديالو نتمنى انو ينال اعجابكم ان شاء الله وتجربوه لما لا فالطريقة سهلة وبسيطة كذلك متنسوش تخليوا لي لايك الفيديو الى عجبكم دعموا القناة باللايك ووصلوا الفيديو الاكبر عدد من اللايكات كذلك الى عجبتكم وصفاتي فشاركوا في القناة بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو زر الاشتراك او سبسكرايب مع تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد ان شاء الله كنشكركم دائما على حسن المتابعة والوفاء ونقل لكم اتلاقوا مع وصفات اخرى وفي امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة